قصص إبداع وعزيمة تقسدها هذه المعروضات التي أبدعتها أنامل النساء وذوي الأحتياجات الخاصة في المعرض السنوي الرابع للأعمال اليدوية والحرفية في عزلة الأصابح بتعز وبمشاركة سبع عزل أخرى المعروضات التي تنوات بين لوحات الرسم والملابس والإكسسوارات والحقائب والعطور والبخور وغيرها نالت استحسان زوار المعرض الذين أبدوا إعجابهم بما شاهدوا حقيقا منبهر جدا بهذا الإنجاز رغم قلة الإمكانات التي تقدم والدعم لهذه الجمعية ورغم عدم التفاة القهات الرسمية ولا المنظمات والجمعيات لمثل هذه الجمعيات التي تعني بهذه الشريحة التي يمكن أن نسميها شريحة التحدي شريحة المعاقين هي شريحة التحدي التي تصنع الإنجاز بشيء معجز بالنسبة للمعرض الذي قامت في بوع تبر معرض ونشاط ما فوقه الرائع هذا العمل وهذا العمل التنموي هو نشاط ينبغي علينا أن ندعمه ونشجعه فهو عمل تنموي رائع يخدم المنطقة وأيضا يوفر خدمات ويعين أسر المعاقين أيضا ويولد نشاط أيضا تنموي داخل العزراء مهني برضو بنفس الوقت الهدف هذا من شأن المرأة تتقوي وتعتمد على نفسه ولا تحتاج إلى غيره فتشقى على نفسه وتعو النفس وتعو العياله وأيضا تعلم الذي بعده رغم الإمكانيات البسيطة إلا أن الجميع منظمين ومشاركين عملوا بجهود جبارة على تنظيم وإنجاح هذا المعرض واستطاع من خلاله ذوي الأحتياجات الخاصة أرض إبداعهم بلوحات فنية جميلة تعبر عن مدى إصرارهم في تخطي الصعوبات كما عملت النساء على ترجمات ما تعلمناه من مهارات حياتية وحرفية مختلفة والتي ستسهم في تحسين وضعهن ومساعدتهن على امتلاك مشاريعهن الخاصة أدرب خياطة شينات جلدية بالمركز للمعاقين تدريب نسوي تأهيل النساء لخياطة الشينات وخوض سوق العمل أنهن يبدعين وعملين لأنفسهن يعني علم الطالبات أساسيات الميكاب والتسريحات والحاقة البدائية والحمد لله في تفاعل من الطالبات ودخلنا دورة أولة ودورة تانية والحمد لله في إقبال وفي ما شاء الله طالبات يعني سجلت كثير نحن نحتاجه الآن أن نحن نحصل على دعم سواء كان في ناحية أن نحاول ندمج هذا الأفراد في المجتمع في المدارس الدمج وكذلك نحتاج إلى مشاريع تمكين للمرأة والمعاق لحيث أن نحن نكسبهم مهنة معينة أو مهنة حسب مواهبهم حسب احتياجاتهم وقدراتهم بحيث يصبحوا فعالين بالمجتمع مثل هكذا فعاليات تستحق الدعم والتشجيع خاصة أنها تقام في مناطق ريفية وتدعم شريحة مهمة هي شريحة ذوي الأحتياجات الخاصة فدعمهم وتشجيعهم في إبراز مواهبهم يساهم في جعلهم أفراد منتجين ويسهل دمجهم في المجتمع كما أن تطوير المهارات الحرفية للنساء وتشجيعهم على الانطلاق بسوق العمل أمر سيعود بالنفع على المرأة وعائلتها ومجتمعها